إذن نحن نتحدث عن نداءات قوية للغاية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والتي تنادي على العالم أجمع بضرورة تقديم يد العون لهؤلاء المتضررين من الحرب في السودان نحن نتحدث عن مقتل 15 ألف سوداني عن جرح 27 ألف سوداني عن نزوح 10 مليون نتيجة هذه الحرب الضروس والقوية التي تجري الآن في السودان مع الأسف الشديد الوضع غاية فيها صعوبة وإذا ما ألقينا الضوء أكثر على هذه الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيا الدعم السريع نرى بأن الانتهاكات واسعة وكبيرة للغاية وفي درفور بالتحديد تحدث كثير من المتابعين عن أن هناك عمليات للتطهير العرقي بعد أن سيطرت ميليشيا الدعم السريع على عدة ولايات داخل درفور أمعنوا في قتل وإزلال الشعب السوداني طبعا على مدار التاريخ وسجل ميليشيا الدعم السريع يعني يتحدث التاريخ عن أبشع وأفضع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب من قبل هذه الميليشيا الإرهابية الإجرامية بحق أهل درفور ولذلك زعيم قبيلة المحميد موسى هلال أعلن عن انضمامه تحت راية الجيش برغم من أنه منشئ نواة ميليشيا الدعم السريع كي تدعم قوات الجيش السوداني في هذه الحرب التي تخوضها داخل درفور ترجمة نانسي قنقر